إلى التفاصيل أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والعمل على إتاحة كل التيسيرات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وأشار رئيس الوزراء خلال لقائه وزير الكهرباء محمد شاكر استعرض مشروعات الطاقة المتجددة ومستجدات مشروعات إنتاج الهايدروجين الأخضر إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم على هامش مؤتمر المناخ خاصة فيما يتعلق بالهايدروجين الأخضر حيث قدم وزير الكهرباء عرضا حول موقف مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة القائمة والجاري تنفيذها مشيرا إلى أن سراتيجية تقطع القهرباء في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالية القدرات المركبة بالشبكة عام 2022 ترجمة نانسي قنقر